اشتركوا في القناة اشتركوا في توضيح الجوانب التي شميناها بجوانب بطاقة التوصيف بطاقة تصنيف وهذه الجوانب يمكنوا يحصاؤها حسراً إن شاء الله وهي متفاوجة بحسب القيمة والبطاقة كلها تعنى بنوع من أنواع تقريب المعاني وتقريب الصورة تتمييز عن أخواتها من الصورة كذا نذكركم بالبطاقة شحال البطاقة التعريف بالصور ثلاثة مرتبة بطاقة تصنيف تتصنف هذه الصورة باعتبارات مهمة يلي تنعرجوها الآن أحيانا قلت لكم بأن البطاقة تتداخل حيث هنا ما كانت هنا جسور عفونا لكن قواطع حواجز بين هذه البطاقة مش داخلة حيثوها يمد بعض بطاقة صنيف بطاقة توصيف توصيف الموضوع أكثر وتعنى بالمقاصد والموضوعات بطاقة التوظيف أقول لكم هذه التعنى باش بتوظيف الأرصدة في خدمة الأعمدة أشياء الأعمدة موضوعات الكبرى صور مختلفة توظيف توظيف الأرصدة قصدت التفسير باختلاف مناهج المفسرين وتخصصاتهم فهذا في تقريب الأعمدة الكبرى من عمج الصورة ما قصدوها موضوعات إذن بطائق التعريف يقول بسور صنيف توصيف وتوظيف دوري دوري أي عرف فوصفا بنسبين وسببي ونسبين مطلع مقطع حوبي وصف بنسبين وسببي ونسبين مطلع مقطع حوبي حوبي أي من الحباء والحطاء والحبوة ومخلصين اسمين وقسمين وعادد مخلص ما هو المخلص تخلص من المطلع إلى المقسع تسمى التخلصات القرآن وليسر لها سيوتي رحمه الله بقوله هو يتحدش عن نظم القتاب وصوروا القرآن في بجدائها وفي خلوصها وفي انتهاء الخلوص هي المخالص هذه الصورة ستبدأ بوحد المطلع ثم سنتقل إلى موضوعين ثم إلى موضوعين متفرع حيانا ثم إلى الوانين من الموضوعات المتفرعة استطراضا ثم تختم في مقسع تعيين المقاسي أو المطالع أو المخالص أمر مهم منهجيا منسبة لي صالبها المتفرع متدبر تتفهموني شو يا كسر؟ أنتم ما هادين معايا يلا سير الله عنا وعنكم إذن ومخلصين اسمين وقسمين وعادات فوصيلين وانظميها كي تعتمد ترتيبها في مجلي الكتاب ترتيب الصورة في مجلي الكتاب اسمين المجلي مظهرين الكتاب الكتاب عنده فرقان وعنده كتاب القرآن رتبة ترتيبين في النجول له ترتيب اسمه ترتيب الفرقان وقرآن مفارقناه وفيه فاتحاته يقرأ باسم ربك وخاتمته التقوي ومن ترجعون فيه وبنسبة للصور إذا جاء أنصر الله يلفتح خاتمة الصور في الفرقان ذلك بنسبة الكتاب هو هذا المصحف لدي عندكم معلمين صاحب بداية وفاتحة الكتاب خاتمة صورة الناس مجلي الكتاب ووجه نظمي لهما بلا ارتياب يعني لماذا جاءت خامسة كما هنا وجاءت أولا في التشيب الكتابي أنا تنبيه على أمور وأنا خامسة تذكر بأمور وأنا سيجون إن شاء الله أنا أدين وأنا رجعوا إلى قريب أشبخ لنا بقي لنا خصائص لطائف صحب صحب أدخلوا منها مثلا لو قلت لك خاصيتها رصما أنها تبدأوا بالهمج الهمج عندنا لأنه بسم الله لا من فاتحة الكتاب ولا من غيرها الهمج وقلت لك خصائص لطائف وقلت لك خصائص لطائف وقلت لك خصائص لطائف نفس الشيخ الحمد لله رب العالمين مفتتحوا الكتاب ومختتموا لقاء الأحباب في جنة شر حام اللهم رجعنا من أهلها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهييتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالم الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرض جنة نتبوأ من جنة حيث نشاه فنحمات العام خصائص هنا دي تديت بالهمج وختمت بالنون والضالين وفي عالم الحرفين دي بعض العلمين بإسرار يأزل يديك شغول الهمج والنون أن أو إن وضبطها كيف بيش إن حرفوش أقيد أنا إنما بنا من بذئة لختمها أمور مؤقجة ده يجيب أن تنتبعها إلى وتحقيقها وأن بالفاجح أن إذا تألم وهذا اللتي حصل للشيطان حين نزل سورة لحمد ففي مش ندي باقي بالمخلد أن الشيطان أن أربعة مرات معنى أن صوت من شدة الألم والفجيعة نازل به حين ولد حين طرد من جنة وحين أهبس حين أخرج وحين أهبس إلى الله وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت سورة الحمج ولذلك رأيتم القسم تعو ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا حامدين تحرب تعو كل على الحمج انتبهوا حربوا كل على الحمج حتى لا يكون هناك حمد لله يكتروا المساخ تعربي هذا وشأن الشيطان يكتر المساخ ما كانوا لهم ما كانوا لهم يكتروا الشقع في الوجود نعوذ بالله إذن هذا أردت عجتها قريبا فوصفا بنسبين وسببي وشببين ونسبين نسبه الفضل ونسبين مطلع مقطع حب ومخلص اسم وقسم وعدد فوصلين وانظمها كي تعتمد تتيبها في مجلي الكتاب ووجه نظم الله في دلباب هذا أحسن ووجه نظم الله في دلباب ووجه نظم لهما يا صابي يا صابي أي عاشقني للمعرفة صابي الصبوة يا العشق عجب ربك لشاب لسلو صبوة كما في الحجي خصائص لطائف فاقت زلا أي فاقت في الوضوح يدركها أحيلها صغير أهل أحيلها من الأولى من الذي نتقجم جبناشنا من عدنا كي ننفي نظرات من تقجمنا من أهل العلم المعرف إذن نعود إن شاء الله إلى تكميلة البحث التلاتيات من هذه الجوالي نقول لها كلها تلاتيات تلاتيات منها تلاتيات والرقم قلنا هنا والرقم قلنا هنا يعني بيات رتبتها في النزول ورتبتها في مصحف العدول العدول في المصحف جاءت في الصدر هي الأولى وهي فتحة الكتاب مقدمة كانت أمما للكتاب وفي النزول خامسة كما دل عليها ترتيب جابر بن زيد ومن أجل التابعين والعلم بالقرآن ومن تلم جتنيج بن عباس رضي الله وعلى قول وأنه أخذ هذا العدل خامسة خامسة اقرأ نون مجم ومجججر الحمج وهذا الرقم كونها خامسة وجه نظمها خامسة لقلنا إذا كانت نزلت لتلقيني الحمج لأن نبي صلى الله عليه وسلم ننظر الفرقان لماذا نزل فرقانا لأمور لحكم منها ما يرجع للمنزل عليه لأن تبت به فؤادك وقال الذين كفروا لا نزلها للقرآن جملة واحدة قال القرآن كذلك أي لم ننزله جملة واحدة بل مفرق انفرقناه لأن تبت به فؤادك ورطناه ترتيلا هذا ترتيجتها النزول ولا يأتونك بمثال إلا جيناك بالحق معنى هذا الترتيب فيما يرجع للنبي تتبت قلبي وفؤاده بهذا اللون من الجروعات النورانية شوية شوية فيه بمنهاج الحكمة وتربية النبي حتى النبي أرى زكاه رباه لذلك اقرأ كان فيه إعلام النبي بنبؤته نبأ به صلاح ونون تنويه نبي نوها به نون قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأزرغين وإنك لها لخلق عظيم نبأه ثم نوها بوصفه نمو الجميل هياه أعده قوم الليل قوم الليل إلا قلن صفه قص منه قلن يجد عليه ورطل هياه تتطني تأمل في القرآن اقرأه على مهل حتى تدرك معانيا تمهلوا في الكتاب لإدراك المعاني قصدنا الحسري في أول نظمة سيلة جويد وترطيرنا القرآن أفضل للذي أمرن به من لبتنا فيه والفكري شو هذا الحسري أول نظمة سيلة جويد وترطيرنا القرآن أفضل ولاش للذي أمرن به من لبتنا فيه والفكري هوي أبي قم الليل وأرسل بي أيها المدتر قم فأنذر غيرك خرج في الرابعة من المنجل أرسل نبئ في خاصة نفسي ما غير الله في قرنود كل الناس يقرأوا قرنته اقرأ أنت النبوءة أولا ثم الرسالة تانيا نبأه ثم واشاه بعد القسام بالنون اللي يحرف النور المنجل إليه اختصارا وحق النور المنجل إليك نون والقلم الذي يكتبه النور والعلم بشير أقلام أقلام الظلام نون والقلم وقد جمنون على القلم لأنه الشأن بالمعرفة قبل القلم الذي يكتبها ما المعرفة أولا هل شرف المعرفة شرف القلم من شرف ما يكتب به ما يكتبه أسقمت إعلام ما فيه إعلام ما فيه احترام ما فيه قيام قيام ثم هويئ نسمنا أعد نبأ ثم نوه به وأنس وإن خل على خلقنا ثم أعد وهيئ قم الليل صلاة اللي جاج صلاة اللي مجل ثم أرسل بعدها قم الليل قم فأنزل يا المدثير قم فأنزل أزل الجسار دي تارت قد تكوني تتسخن به هو الجميل اللي باشه الجميل إذا تكونت تتنعش به قم اللي في الليل والجسار قد يقوم حتى في النار أجل وجع الجمالة ووجع الجسارة معنا قم فأنزل وربك فكبر اشتمد المدد من ربك لا تخف من أحد أنزل وكبر عمدوا وطهر شهابك ما دخلش للناس تدعوهم الطهرة وانت متشخ التوبة يعني الدين شيء طهرته بك فقط شياك يعني إيه شيابك قلبك لنبك عقلك فكرك ما تتعو إليه والرجل الوتنية الظلام الجاهلية دع والرجل والرجل فهجر ولا تمنون بدعوتك على مدعوك وانا دعيتكم وانا هجيتكم وش حالة دا وانا تنقول لكم ولربك فصبر كدير اشنادي وصول القيام بدعوت الله إلا تركنا نحن اليوم والله يمي قم لنسيشها هاي غالي قليت هاي ما عندي كون مكيلة كبير ولا تطهير وتطهور ولا دلوان من الوصول ركائز الانطلاق من الصدر الانطلاق تعودا إلى تضايد دعوة وبعدها شوف بعدها كل هذه المنان نبوء منها والتمكين من الخلق منها الله الذي منحه ثم مدحه منحه ثم مدحه وما بكم النعمة فمن الله تعالى منه تعالى الذي أعطاه ولقد أتيناك إن أعطيناك فمصدر ذلك الله ربوءة لطف والعسمة مجد والحكمة مناش والرحمة عين الفرس أمام أمام أجه المنح والعطية والمنان ماذا يملك النبي ماذا شاء قول قال إسمع قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرح فجاءت خامشة في حينها ويضيق احتلوا قلنا إن هذه الصورة لها شبب باعتبار النزول رواد شبب وحاجة النبي إلى من يلقينه الحمد ومن وراء اهتباعه في حينه ليعتورها على اللي بيفتاح لأن أولئين شكرتم له جديد أنكم الشكر رأس الحمد فهو منها والعبادة من الشكر صورة من صورها فانتجي هنا الفرق بين حمد وشكر هذه اللي تتعجيله عليها شوي احسال تر بطاقة التوصيف نحن الآن إما بطاقة التصنيف نخذوا هذه المظاهر هذه الشبب إذن لسورة شبب لا 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 شبب ولكن ليس من الإسباب المعهودة اصطلاحا نقول الصور نزلت عن شبب أو على شبب ببنانة نزلت عقب حاجته لتجيب عنا أو عقب سؤال ليكون ردنا عليه أو عقب أمر ما يتصل له صلة بالصورة فيقول هنا نزلت على شبب وهذه مسألة قد يكون فيها النص الذي لا يختلف وقد يكون فيها الشهاد من الذين حضروا التنزيل هو كثير لكن هناك صور كثيرة نزلت على غير سبب على غير سبب خاص ما شعني على غير السبب يعني على غير حاجة إلى إنزال ولذلك تطورنا هنا الاستضاحة ما شفقها في سبب نزل نبينا وجهة نظمها لماذا جاءت خامسة جاءت في محلها ملقنة لحمد الله المعصي لنبيه ولمن وراءه هذه لوانا من المنح والعصايا بدانا من نبوءة وانتهانا بالرشالة أمرا بالخير وإفاظة للجوت من رسول الرحمة ونبيها صلى الله عليه قل الحمد لله رم بالآلم لدي ربك ورحمك وله معك موعد في اللقاء يسمى يوم الدين هو ملكه وهو متوله والذي يفصل فيه وهو المجازي إذن ابتدائك وانتهاءك إليه ثم إلينا ترجعون ألا يستحق هذا الجميل الجليل منك أن يحمد إظهارا لجلاله وعظمتي ثم ألا يستحق منك أن يفرد بالعبادة في إياك دون سواك أعبدها ولا يكون عبادة بغير معرفة ولا عبادة بدون محبة ولا عبادة بدون تذللين تحسوا به وتشعر ما شي نازل بحل الكيونة بحل الكوما يطالها بحل شي حاجة ما كي نازل شو با عندنا الصلاة خالت من روحها يعيشوا الناس بالتديون كله لا زكاة ولا صلاة ولا صوم اللي كده خلت من روحها فاصبحت في محل الضراحة محل لا تستحق شيء ويكتبوا لي رجلي من صلاتي مع عقل هذا الأصل خلينا للعقل هو بدء الخشوع من الخشوع حضوروا الروح واتصالوا الذكر للعقل لا لا عقلتي السجير عرفتي السجير وسمعتين ذاك شريطة تقول من فاتحة وكذا وذاك شريطة تقول فالركوع والسجود ودريت تسبيحها والدعاء والاستغفار واستحضرت ذنبك مع الأدعية وحاجتك مع المسألة هذا عقل 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 ثم يرتقي العقل فيصبح ذكر حضور وهذا الخشوع وهو خلاء باطنك من ما يسغلك عن نزول الذكر والتمانينة به هو ذاك الخشوع خشوع السكون الباطن كان خشوع اللي هو شكون ضاير هذا تبارك الله كنا تنجتهده فيه مزيد إنه يعينك مش لي أنه مطلوب الدرجة الأولى مطلوب غير ليعينك على الخشوع الباطني إنه في الصلاة إلا شغل شغل باطني فلا تشتغل بشيء آخر يكتنك عنها إذنه فذلك نعينه عن الصلاة في حال المجاحمة لا تصلي ليصلي أحدكم ما هو حاق يدفع الأخبتان هو غضبان كبري ويا أخرى تغضب عن الشياطة من الكبر والصلاة تواده لله والغضبان متكبر في باطنه يريد الانتقام تعمل لدي هذاك سبق الوضو يبهدئك وسبق النوافل الأولى لتعدك إذا صليت الفرض صليته بكامل الذي يطلبه منك أرجعوني فيدي تقولنا 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 هذه التلاشيات تقولنا الرقم في صورة خامشة في النجوم تجيب على أمور منها أنا لا شبب شيء هو الشبب حاجة النبي والذين معاه إلا تلقين الحمج وتعليم المشألة لأن الدعي الله وصلت الآن لإبلاغ الرشالة فأنت محتاج إلى أن تحمد الله على العطاية وأن تفتح الباب إليه بإفراد العبادة استمرار في ذلك وأن تتوسل إليه بما يكون شبب لقبول توسلك وإجابة دعوتك وهذا هو العمدة في كل شيء إن الذين استخدموا العبادة سيدخل أي دعاء سيستخدم جعلنا مداخل الدعاء محوري وعشائسي بالكتاب وإذا خلت العبادة من معاني الدعاء استعالت إلى موات تقص دعاء 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 هو العبادة حديث سنة ترميجي بسنة صحيح إن الدعاء هو العبادة ما شير مخفقت هو العبادة هو 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 هي أن الدعاء تدرع امتهال إخلاص تصل والعبادة الحيد جاء من هذه المعاني دعاء منجاج افتقار انكسار بين يدي الله والعبادة حيد منها تفرغها من هذه المعاني لا شيء لا شيء قصر تنقول احنا قصري بلدو ما قصر جخ اشبه خاوي في الله شلو الله ما إنه لقي كريك وشكريك وحش نهبات نرجع وقنا لتلتيات زمن هذه البسق تريد السبب وقشفنا عنه وقنا هذه الصورة نزلت حميشة لسباب اشنو السبب هناك كشفناها بتعليق بيان ترتيب النجر وهو الحاجة إلى نزولها في حينها لنجاه بعد هذه المنان لتعلم متلقي الوحي متلقي هذه المنان هو ممتن نبي عالنبي متل النبي يعلينا لا من قلنا بشي مقلب بشي مربك قال ومالذي علم يخلم الإنسان ما لم يعلم فهم ما ذلك ومن قلق من الليل لقل وطائفة من الذين معا وحين وحين أمر بالبلاغ دكر معه من هم معه من من أمروا بالبلاغ مما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فكانت الحاجة منهم ومن داعية إلى انتزار فيحمدون هذا الرب العظيم على هذه المنا فجاءت القنوم لها قولوا الحمد لله وإذلك يعجبوني كلام بعض أمتي المعرفة أمتي العرفان حين سؤيل عن أل في الحمج في أل جنسية للجنس استغراق يقول هي أل للعهد فقال أنا عندي شبه أن تكون للعهد قال عمد العهد قال الحمد الله نفسه في أجله حين علم أجزع عباذي يعني أحمده وهو قلن بسرعة سبحانك لا أحصي ثناء انتناه الحمج نجي نفتري لا أستطيع أنه وحيد بالثناء بالثناء عليك حمجك لا يستطيع لا أحصي ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك معناه أنت الحمد المحمود تحمد نفسك ومن ثم كان من اسم الله الحميد أي المحمود وقد حمد نفسه بنفسه حين علم لأن الحمد بحسب المعرفة أنت بتعرف شحل المحمد تعرفها بس الدكرة يعني قلت لك الحمد هو دكر المهامج أي صفات الحمد والكمان شحل تتعرف من صفات الحمد والكمان في الله القدرة قدرة الله الخزير شحل تتعرف من آيات القدرة المتمد تلاتك التي وصلتك والتي شهادتها آيات صنع الله في الأرحام آيات هذا النسيج الجسمي وهذه الترسيونات وهذه الصلاة بين جهاز الدم وجهاز الهجم وجهاز التنفوس وجهاز النبض وجهاز المخ الضارب في الأعصاب وجهاز هذه كلها آثار القدرة وفيها الحكمة كل حاجة في محلها لا تستطيع أن تقول العين خصم تكونش هنا أبدا وإلي اليوم شحل ينسان قزيمه منذ خلقه الله لقاولي شي حاجة بيش يحور السيدين كان شو بتاعه وعطينا هنا مدى جهر تقترحو فيها السرعة لإخرجي إنسان ستين ساخ إنسان ما غيرت صور عدفناها السرعة آرونا سرعة هذا خلق الله فآروني خلقكم ماذا خلق الذين من دوني اتب صورة أخرى جيب لنا شي وضع آخر يقول شو بلي غير يجوز دراعين ثين يركبو تركبوهم هنا درهم هنا اللور درهم قدامك هنا وضع واحد يدلك على حكمة الله وعظمات الله وخضرات الله وإذا قال بعضو العلمي إن أنا في الصلاة التي أعيد أنها عبادة الشكر الأولى والكبرى أننا فيها أمرنا بأمور كلها تذكروا بنعامي الكبرى إلى آخرها حين تريد أن تسلم تريد الوداع تحرك أصبعك والأصبع اليوم في عالم دراسة في الخلايا أنمو دجل جسم كله أصبع هذا أنت تعرف أن تدري البصمات تدل على سخصيتك وتميزك هذه أصبع التي تحرك في رأسي الأنملة كأنك تسير به إلى عظمة الله الخالق قادرين على أن يسوي بنانا الله لم يسوي هذه البنانا لم يسوي بمعنى شعله واحدا شعله مختلفا بعدد الأنفس غين الله ما سلم ضل يتقدم أعزز الله أن يزيئ بمختلف لا أحد يشبهه أحدا وأعجبوا منها أنه اليوم وجدوا أن البصمة العين أقوى من بصمة اليد في أنت تكون عينك عينك تسجد تقولون بصاصم اللهم لك سجد زي سوادي وآمن بك فؤادي سجد لك سوادي شنو السوادي فؤادي وقحولية عينك في ذلك جاء أبلغك الله كمال ما في الصلاة في أن وغير أنت سجد بعينك وتفتع عينك لأنها تسجد واش وقت يقول واش تغمض عيني فتغمض فتع عينك اللهم لأن تكون مش هوش لبال لا تستطيع أن تحضر إلا إذا غمض تعينك فإن شاء الله نقوله هذا حرش نقوله هذا للنازلة ما لكم عندك مش هوش في تعينك شجد لك شواجي سوادي ويسجد ويصلي كما يصلي الأسبوع معنا جارين وإذا لك جاء في بعض الروايات من حبان وكان الأسبوع كمالقوسي أو على مثالي شقر بشويا معناته هو ساجد راكع ساجد طالع نازل متنجدس بزاف وشاك هو وشاك هو الكلامات وشي بيض ربسي وما فهمين وعلو يضيع المعنى ويغلي ظل عنه اللفظه فانتقام مين المعنى ظل عنه المعنى فانتقام مين اللفظ خذ مشاله ذلك الأصل هو يقبط ذلك سيبديتي دوينك ورويجك إذن أشخل ناشي قلنا بأن النسب والنشب والسبب بقنا من هذه التلاتي النسب أول ثم النشب نشب الفضل وفضل الصورة واضع فيه بجملة أحاديث فيها بعضها ضعيفات الإسناد ولكنها صحيحات المعنى وبعضها صحيحة الإسناد والمعنى كما سنقول إن شاء الله ومقدمة إليها حديث عن النسب الصورة تنتشب لإيه ما نسب تقول الناس مراكش الناس طنج تشعب نفسك إلا إما مسقط رأسك أو محل إقامتك محل نزولك وحلولك هذه الصورة نقول فيها مكية مدنية أو مزدوجة مكية مدنية وهذه التلاتي هو أيضا وارد في صورة الفاتحة فهي مكية عند الأكتر إنها من أوائي اللي منزل يقولنا خامسة القرآن المكي أكتر القرآن مكي شحال صورة زد مكة ستون ثمانون مكيها ستون ثمانون اعتلت ورتبت على وفق النجول لمن تلا اقرأ نونم الزميل المجد شلوم 86 مكية وشحال المدنية 28 وبطيبت 20 ثم 8 الطولة يعني البقرة أولا 28 مدنت في المدينة وشت وتمانون في مكة فمعظم القرآن مكي ومن الفاتحة اللي خامسة نبي مكتها في مكتها ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وعلم سيدات 23 سنة كان الوحي ينزلوا إليه يلا انقطع أنه في ستة أشهر أو قل منها قليلا إذن شورتنا سبيتنا على الأكثر وشذ قول بمدنيتها نسبة لإمام مجاهد من الجبر سلميذ من عباس من عزل تلاميذ سلميذ قال إنها مدنية والميز وصح القول إليه مات سنة مئة وواحد هجرية قائما يصلي مجاهد قال بمدنيتها ولعل هذا القول بمدنيتها منه نظر إلى جانب الخصائص فيها حديث عن أهل القتاب قال نصار في الحديث المغضوب عليهم اليهود قد ضال النصار يقول يتعال فين فباؤ على غزب وقولي فين نصار قد ضل كثير واضل قد ضل واضل كثير واضل عن سوا عشر تل الضلال بين نصار وتل الغضب بشب اليوم وآهل الكتاب يكونوا بيمكش أبدا مكان له موجود موجود في المدينة فمن نظر إلى الخصائص قال بنا لم يمكن أن ترفع الدعاء اللي تفهموها جن بنا طرق هؤلاء 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 وانت لا فبحسب الخصائص كانه لمح هذا فقال هذه مدنية والذي يشك يعني وخرجونا من الإشكال هو أن القول الثالث بأن مكية مدنية هذا يبدو من جهة المعنى هذا من جهة الاستهار الاقتراح أنه أقرب المعاني أنه تكرر نجوله قد قولي إيش إنه إدعي للتكرر دعابة تنزلت تعود تنزل لماذا ممكن أنه يكون هنا تكرار النجول شريف الصورة مرة تنزل بهذا الحرف ملك يوم الدين ومرة خران نزلت بمالك الشهادة يكونوا من شبع ومرة سيراط الذين نعمت عليهم سيراط سيراط الذين نعمت عليهم سيراط وكل تلقين اللي لغات التي نزلت بها الصورة وفيها إذن لماذا يكون حكمته في التكرار هي واحدة ثانية ثالثة وأن التكرار اقتضاه أن القبلة تحولت وهي قبلة الصلاة فكان إعادة نجولها بعد تحول القبلة تذكير بأنها لا تزال بنفس المكانة في الصلاة ولا صلاة المقبلة فاتحة الكتاب احتروا ولتحولت القبلة فكان القبلة الحقيقية هي فاتحة الكتاب أن توجع قلبك لله المحمود إياك نعمد وإياك نستعي فهمتم شو يا إذن نسبون وسببون ونشبوا تلسة في ذي المداذ هاي هذه المدرسة تنسبوا فاتحة الكتاب إذن ثلاثيات احفظوها إن شاء الله وسنسيروا معها إذن الثلاثي الأولى هنا قلنا النسب مكية في قول وهو الأشهر مدنية في قول مجاهد ومن ناحا نحوه ومكية مدنية أي تقرر نزولها لهذه المعاني التي أصرنا إليها وقال بعضهم إن تسميتها بسبع المثاني من تثنية النزول وهذا أحد المعاني تخرجت قال يسمي سبع متاني لنكرر نزولها فهي متنوية باعتبار النزول فليقل إذنها وهذا حاش هنا وجاد بعضهم هذا سيجيون إن شاء الله في الفضل أن هذه المثنوية من الاستثناء مثاني مستثناج استثناءها الله لنبيه فخص بها ولم تنزل على غيره مثلها وليس في كتب من كتب الله السابقة مثل هذه الصورة استثنية لهذه المفظيلة ومكرمة ولنا إن شاء الله وجاء إلى تكمل هذه البطاقة بجوانبها لانتقلها إلى البطاقة الأخرى وكذلك نقترب من لباب صلم القتاب درجة درجة إلى النصير التي تضيف الأرصبها في تضيح الآمجة سبحانك الله ومحمدك شهدوا الله إلى أن استغفرك ومتبه إليك الله مغفل لنا ورحمنا وانتغفر الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إذننا وإذننا إليك اللهم لا تدعنا ذنبين لا غفرته لا أمن لا فرجته ولا حاجتني لك رضي الله خضيتها ويستفى فيسروا مرنا وسرح صدورنا اختم باقية الصالحة أعمالنا الله مش في مرضانا الله مش في مرضانا الله مش في مرضانا ورحم موتانا وبلغنا مما نرجوه منك آمالنا نور على القوة من المؤمن قبورهم وغفر لهم وفي مجورهم جنم عندك في مقاعد السيسقي والرضا والحق نبي المسلمين غير خزايا ولا فتونين ولا فاتين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة